برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمى بنت طلال وقد لقاء للإطلاق نتائج دراسة حجم العرض والطلب المتوقعين على التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في سوق العمل الأردني سمو الأميرة بسمى أكدت على أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى تقييم موضوع العرض والطلب في سوق العمل والتي تعتبر من أهم المبادرات التي تسعى لتشخيص الواقع والبناء على النتائج وهذا ما يصب في احتياجات أبناء الوطن يسعدني أن أشارك معكم في هذه المبادرة المفيدة التي تهدف إلى تقييم موضوع العرض والطلب في سوق العمل من منظور الوضع القائم والإمكانيات المتاحة للشباب الأردني إن أهمية هذه الدراسة من حيث الموضوع الذي اختارته تعتبر من المحاولات القليلة التي تسعى لتشخيص الواقع والبناء على النتائج وهذا ما يحتاج أبناؤنا وبناتنا لمعرفته مثل ما يحتاجه المسؤولون أصحاب القرار عن توجيه التعليم والتدريب في بلدنا أمين عام وزارة العمل حماد أبو نجمة بيّن أن الأردن كدولة عصرية حديثة يجب عليها أن تستثمر كفاءات أبنائها وبناتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والعمل على شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص إن الأردن كدولة عصرية حديثة حري به أن لا يألو جهداً في استثمار كفاءات أبنائه وبناته في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يستدعي منه التفكير ليس فقط في الحد من نسب البطالة بين خريجي هذا القطاع في حزب بل في العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لزيادة نسب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعين العام والخاص في هذا المجال لسيما بالنظر إلى الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأعوام 2013 إلى 2017 وتهدف من خلالها إلى رفع عائدات القطاع إلى ما يقارب المليال دولار وزيادة العمالة المباشرة فيه إلى 20 ألف عامل مع نهاية عام 2017 وتسعى هذه الدراسة بحسب القائمين عليها إلى تحديد حجم العرض المتوقع من التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطوير القطاع وتمكينه من خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني حازم السردي الحقيقة الدولية